السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا شباب عاملين ايه يارب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة اشرح محاضرة مهمة جدا جدا الا وهي محاضرة الانفكشن بريفنشن اندو كنترول قبل ما ابدأ المحاضرة عايز اقولك ان المحاضرة دي او الكلام اللي في المحاضرة ده هيفضل معاك طول عمرك من اول ما تدخل الكلية وتتخرج وتشتغل وانت شغال هتطبق الحاجات دي ولازم تكون فهم الحاجات دي كويس خلي بالك في فريق في المستشفى في المستشفى اسمه فريق مكافحة العدوى ده شغله انه هو بيمنع العدوى في المستشفى لما حضرك تخرج عايز مثلا تحضر دبلومة عندك مثلا زي دبلومة مكافحة العدوى دي عندك دبلومة جودة فالانفكشن كنترول مهمة جدا جدا والمحاضرة دي من اهم المحاضرات فتعالوا بها كده نفهم الكلام ده واحدة واحدة اول حاجة يعني اصلا انفكشن كنترول عموما كده يعني انفكشن كنترول ده بقولك مجموعة من السياسات والخطوات اللي احنا بنطبقها علشان نعمل ايه علشان to minimize the risk of the breed of infection علشان نمنع انتشار العدوى طيب هنمنع انتشار العدوى دي ازاي هنعرفه في شرح المحاضرة واحدة واحدة كده الامور هتوضح لك يلا نبدأ بس قبل ما نبدأ ما تنساش تضغط لايك على الفيديو اول حاجة لو حضرتك الوقت دي روحت حطيت ايدك تحت الميكروسكوب وانت مش غسل ايدك هتلاقيها مليانة ميكرو ارجنزمي زي الصورة اللي قدام حضرتك دي فاحنا بنتعلم بقى شوية تكنيك كده علشان نتخلص من الميكرو ارجنزم دي فكان زمان يقول لك كده ايه اخسل ايدك عشان ايدك ايه مليانة ميكروبات هي كده نفس الفكرة بس احنا بقى هنعلم بالمستوى وهنفهمك حاجات كتير اول حاجة غرض اللي هو medical orthurgical asipsis حد يقول لي asipsis انا اول مرس مع الكلمة دي ومش فهمها بص يا بطل فاكر في الانجليز لما كاننا بناخد ايه النافية ايه لما بتجي قبل الكلمة بتنفيها اوه هتقول لي اوه فاكر فيعني ايه بقى asipsis انت الوقت تقوم راح كاتب الوقت على مثلا على جوجل asipsis هيظهر لك كلمة تعفن الدم يعني ايه تعفن الدم بص يا شباب لما حالك مثلا تتجبر او تشتغل مثلا في حضارة او في مستشفى يقول لك ان الحالة جيم سبتكة يعني الحالة ايه دي الحالة دي وصل ميكروب في الدم فالحالة سبتكت ده حاجة ايه انا بتكلمك عموما يعني بس هنا بقى في محضرتنا asipsis asipsis معناها التعقيم او الطهارة انا بتكلمك بلغة سهل عشان تفهم الموضوع طب ليه احنا بنتعقم اولا ليه يعني علشان انهزبت في المستشفى علشان مرضك نتحكم في الانفكشن دي علشان تنشور بيشانت سيفتي علشان نحافظ على دي اماند او بردك اللمات تخسل ايدك انت كده بتحمي نفسك وكمان بتحمي المريض تمام انت فيكولوجيكا الولبي يعني ده مسهل جدا مش صعب بقولك ثواني معدودة ممكن من خلالها تنقذ حياة ارواح يعني الهاند ووشنج ده ينقذ حياة ارواح تقول لي ده اوفر اوي لا مش اوفر انت شايفوا كده انه هو اوفر لا ده الهاند ووشنج مهمة جدا 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 فيه ناس كده مفكرانا حاجة روتينية او حاجة لا ده مهمة بقولك ثاند فاخصل ايدك نخش بقى شوية تعريفات كده لازم تكون عارفهم اسبسيس التعريف هو ضحلك بقولك هتقول لي بقى يعني ويعني بص بقى فيه عندنا حاجة اسمها يا شباب الباثوجين الباثوجين ته هو بقى عبارة عن الميكروبات الميكروبات زي ايه مثلا زي بكتيريا زي فيروس زي براضايت يقول عليها مايكرو أورجنيزم ميكروب زي ما قلت لك كده بكتيريا فيروس فانجوي براضايت بتعمل ايه بقى يعني بتخترك الجسم فلما بتخترك الجسم بتعمله عدوة بتعمله مشاكل فهمت الفكرة يعني ايه مايكرو أورجنيزم تمام والباثوجين ده لازم تكون عارف يعني ايه باثوجين لما يجيلك مثلا يقول لك مايكرو أورجنيزم اس بكتيريا فيروس عند براضايت ويندلك اكتر من اختيار تختار الباثوجين فقال لك بقى ايه احنا هنا الاثيبس ده هنقسمه نوعين ميديكال وسيرجيكال كنا زمان نقول كده للطلبة ان الميديكال خارج قط العمليات عشان بس نسحها للدنيا السيرجيكال دخل قط العمليات هنا بقى يقال لك ان الميديكال كيلين تيكنيك الفيديو With ㅋㅋㅋ أيras ميديكال كلين تيكنيك يعني تيكنيك من خلاله احنا عايزين نقلل الانتشار الميكرو أورجنيزم بال jotka terms احنا عايزين نقلل باقي ميكرو أورجنيزم بس كون بالتباقي عايزين هذا اقوى الزيرجيكال عشان تبقى فاهم ده اعلى من الميديكال فالتعقوم الجراحي بدقة اعلى من التعقوم الطبي ومعروفة الدكتور دخل قط العمليات فهنا شوف يشوف مثلا كده الدكتور راح يشتغل على سبيل المثال راح يعمل سيزيران سيكشن أو راح يعمل رادة كويسرية فبيروح بقى كده تحت العقم ايده كويس جدا جدا ده بقى اللي هو التعقم الجراحي ده كومبيليت لما قولك ده كومبيليت رموفل اف مايكرو اوجينيذنت انديرف بورثي ده اللي هو الثلجيكل هنديك امثال عن الميديكل احنا بنربطها كده مثلا بالميديكل انا راح مثلا ادي علاج للمريد فبيروح اخسل ايدي بالمية والصابون راح مثلا ادي له هايجين بتاعنا لازم نخسل ادنار بالمية والصابون بعمل مثلا اينا ما اعمل بعمل اينا ما اتوب فيدنج تمام السيرجيكل اللي بقى قلتلك استرالي تيجنيك راح اغيره على جرح راح مثلا يراح يركب اسطره السيرجيكل اللي قلتلك خاصة بالجراحة هاند وووشنج is number one ميديكل اسيبسيس في ميديكل اسيبسيس براكسس زي ايه؟ سيل هاند وووشنج الباثنج كلينج الانفيرومنت جرافنج جاونج ويرنج ماسك هير اندشو كافرز ديس انفكتنج ارتيكالز اندوز اوف انتسابك اللي جا ده مهم قوي والسؤال ده مهم جدا ومشهور في الامتحانات يقولك five moment for hand washing امتى انا بعمل hand washing انا سهلك الدنيا وعايزك تحفظي بالطلاع اللي انا اقولهاك دي قبل ملمس المريد بعد ملمس المريد لمست اي حاجة جنب المريد بيقولوا عليها ايه؟ بيقولوا عليها ثراويند انجبيشن تمام؟ حتى بقى مهمة before clean اثيبتك before clean او اثيبتك بروتجن نعدهم تاني قبل ملمس المريد بعد ملمس المريد لمست اي حاجة جنب المريد لمست اي فلويد خرجة من المريد before clean او اثيبتك بروتجن اوكي اوكي فحفظهم كده بالترتيب ده والحاجة واضحة قدامك زي الصورة ده كده وحظت لك صورة ده وضحية زي مثلا سيرير كده وكميدون وكده يعني علشان تاخد بالك من الموضوع disinfection لازم تعرف التعريف ده كويس مهم وبيلغباتك اللي امتحاني جيب لك تعريفتين اسمه disinfectant ايه الفرق بينهم؟ بص يا بش disinfection عايزك تربطها بكلمة عملية process of eliminating pathogenic وعرفتك الوقت اللي هو ايه الباثوجين organizational on an element object يعني ايه الكلام ده بصوا كده ايه شباب الصورة ده وتوضح لك كده الدنيا يعني بتشوف كده في المستشفيات لهم مثلا بيمثحوا الارضية يعني مثلا الصبح كده لسه دخل المستشفى تلوهم ايه العمال بيعقموا الارضية ايه الاسطح مثلا اي سطح كده عندنا مثلا انا مثلا الكنتر مثلا احنا بنوقف عليه ونكتب عليه ده تلوهم يعقموه برضا اللي مثلا ندموه على الارض فدي اسمها عملية عملية احنا بنعملها علشان المايكورورجنازم ديت نتخلص منها ومتنتقلش من الواحد للتاني تمام دي اللي هي عملية الديس انفكشن فربطها كده ايه عملية الديس انفكشن عشان ما تنساش في الامتحان طب بقت ديس انفكتانت انا هنا استخدمت كميكا رسيبستان استخدمت مادة كميائية that is used for ديس انفكتانت ديس انفكتانت مثال في بيتنا يعني في بيتنا كل يعني في بيتنا كده الحاجة دي مثلا اللي هي الكولوريكس 5% والحاجات اللي احنا بنشوفها في بيتنا على طول دي بنستخدمها في التعقيد فلما يقول لك ايتد اكيميكال ثابستانت فاربطها بديث انفكتانت تمام تمام سهلة جدا وانا سهلت لك الدنيا عشان ما تنساش في الامتحان انتسيبتكسيلوشن زي ايه زي البيتة دي مشهور جدا دي تابستانت بستخدمها على جلد كده علشان اعمل انهيبشن لنموب ونشاط بتاع المايكرو اوجينيزم ده تمام مهم جدا يبقى يوازل بتديني ده حاجة مهمة جدا كنتامينيشن the process by which something is becoming unclean لحاجة بقيت ايه يعني حاجة معدتش نضيفة بكل بساطة مش محتاجة توضيح يعني بقى انفيكشن هنا بقى اهم جزئية واخلي بالك ان المحاضطات هقسمها على اجزاء عشان مدة الفيديو ما تبقاش كبيرة عملا كده جزء اول جزء تاني جزء تالي يعني انفيكشن it is an invasion of the body حصل غزو للجسم غزو بايه باللي قلنا عليهم اللي هي المايكرو ارجينيزم اللي هو البازجن اللي هو بياخذ الجسم زي بكتيريا فيروس فانجاي مرضاية اي حاجة من دول تمام ده هي عملية العدوى الانفكشن في حاجة اسمها carrier اه carrier من اسم حامل حامل ليه للمرض يقول لك there are people ممكن مثلا يكون الانسان او الحيوان that show no symptoms of illness ممكن كمان يعني حامل ومش باين على الاعراض انت متعرفش ان الشخص ده مريض او ماشي عادي بس هو حامل لباسوجين او حامل يعني اللي باسوجين ده لو انت تقال لك يعمل لك مشكلة on or in their bodies that can be different to others يعني ايه carrier قلتهالك بلغة سهلة جدا الكارير ده اللي هو حامل للمرض ومش باين على الاعراض يعني انت ممكن انت تتعامل مثلا واحد عنده مثلا زي اللي هو الكوفيد او عنده مثلا اندور برد بس لسه في بدايته كده ومش باين على الاعراض وانت سلمت عليه هو حامل بس لسه الاعراض ما ظهرتش ما انت كده انتقلك الباسوجين داخل جثنك تمام؟ فهو بنتقل من شخص لشخص فالده اللي هو الكارير الحامل سواء حيوان او انسان وضح تخوالك بلغة سهلة جدا بصوا بقى هنقف لغاية هنا ونكمل عشان بازق فرضك ان موجة الفيديو متبقاش كبيرة حتى في التحمل برضا ربنا وفقكم وتحققوا كل اللي بتحلموا به والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته